السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات هرمون الذكورة أو ما يسمى وقود الرجال هرمون هام جدا بالنسبة للرجال يلعب دور أساسي في بناء العضلات وأيضا في بناء العظام عند الرجال هرمون الذكورة يلعب دور هام في الرغبة الجنسية وأيضا في الأداء الجنسي وأيضا يلعب دور هام في إنتاج الحيوانات المنوية وما لا يعرفه كثيرون أن هرمون الذكورة يلعب دور هام في إنتاج خلايا الدم لذلك فإن النقص هرمون الذكورة يؤدي إلى تأثير سلبي على الرغبة الجنسية والأداء الجنسي وأيضا على إنتاج الحيوانات المنوية وإنتاج خلايا الدم يجب أن تعرف أن هرمون الذكورة يقل بعد سن 40 سنة عند الرجال بنسبة 30 إلى 40% لذلك أنصح الرجال بعد عمر 40 سنة بي تجنب تناول مجموعة من الأطعمة تسبب نقص هرمون الذكورة طيب ما هي الأطعمة التي تؤثر تأثير سلبي على هرمون الذكورة وتنقص هرمون الذكورة؟ أولا الصوية وزيت الصوية ضار للجميع وبشكل خاص للرجال ويسبب مشاكل صحية عديدة فهو معدل وراثيا وأيضا هو ينقص هرمون الذكورة ويرفع هرمون الأنوثة السكر المكرر والحلويات تؤدي إلى ارتفاع هرمون الإنسولين وأيضا ارتفاع نسبة الدهون في الدم والكبد الدهني وأيضا تناولها يؤدي إلى نقص هرمون الذكورة الوجبات السريعة والأغذية المحفوظة والمعلبات واللحوم المصنعة النقانق، هوت دوغ وأيضا الشيبس والبطاطا المقلية هذه الأطعمة تنقص هرمون الذكورة وأيضا تنقص إنتاج الحيوانات المنوية الأغذية التي تحتوي على زيود مكررة سائلة أو مهدرجة مثل المخبوزات والمعجنات والمقالي بالإضافة لضررها الكبير على جميع أجلس الجسم فهي تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون بالدم والكبد الدهني وأيضا هذه الأطعمة تسبب نقص هرمون الذكورة ونقص بإنتاج الحيوانات المنوية العرقسوس يجب أن يمتنع مريض ارتفاع الضغط عن تناول مشروب العرقسوس لأن تناوله يؤدي إلى حبس الصوديوم والماء وهذا يسبب ارتفاع ضغط دم وأيضا تناوله يؤدي إلى طرح البوتاسيوم من الجسم واضطراب بكهرباء القلب ومع أن العرقسوس له فوائد في علاج حب الشباب والإكزيمة وفي صناعة مواد التجميل وأيضا مفيد في علاج وتهدئة قرح المعدة لكن تناول العرقسوس ينقص هرمون الذكورة وإنتاج الحيوانات المنوية عند الرجال وأنصح كل من يتناول العرقسوس أن لا يبالغ في الكمية وأن لا يجمع في نفس الوقت بين تناول مضاد التهاب غير استيرويدي مثل فولتارين بروفين إيبوبروفين مع العرقسوس بذور الكتان تنقص هرمون الذكورة بسبب وجود مادة فيها اسمها لغنين مادة اللغنين تسبب إنقاص هرمون الذكورة لذلك مع أن بذور الكتان مفيدة لتنزيل الوزن وأيضا لمشاكل القولون والغدة الدرقية لكن أنصح الرجال الذين لديهم نقص بهرمون الذكورة ومشكلة في الإنجاب بعدم تناول بذور الكتان النعناع أو النعنع مع أنه مفيد لمرضى القولون ويهدئ ويساعد في التخلص من الغازات ومفيد في حالات عسر الهضم وأيضا في حالات القلق والتوتر ومفيد في تقليل رائحة الفم والتخلص من البكتيريا لكن النعناع ينقص هرمون الذكورة عند الرجال بشكل كبير لذلك فإن إعطائه بشكل يومي للسيدات المصابات بتكيس مبايض وارتفاع هرمون الذكورة يؤدي إلى انخفاض هرمون الذكورة بشكل واضح سواء كان النعناع على شكل مشروب أو زيت أو أوراق فإنني أنصح بعدم تناوله للرجال الذين لديهم نقص بهرمون الذكورة ومشكلة في الإنجاب طيب ما هي الأطعمة التي ترفع هرمون الذكورة وتحسن من إنتاج الحيوانات المنوية والرغبة الجنسية؟ الأسماك وخاصة سمك السلمون فهي تحتوي على دهون صحية وأوميغا ثري وزينك أنصح بتناول الأسماك مرتين أسبوعيا فهي مفيدة لأجهزة الجسم بشكل عام ولرفع هرمون الذكورة بشكل خاص المحاريات غنية بالسيلينيوم والزينك والبروتين ومفيدة جدا لرفع هرمون الذكورة زيت الزيتون زيت صحي ومفيد للجميع بشكل عام ولرفع هرمون الذكورة عند الرجال بشكل خاص البيض يرفع هرمون الذكورة بشكل طبيعي وأيضا يرفع الكوليسترول النافع والجيد والبيض هام ومفيد للجميع حتى للمرضى المصابين بارتفاع دهون وكوليسترول بالدم فالبيض يحتوي على السيلينيوم والبروتين والدهون الصحية الشوكولة السوداء تناول قطعة واحدة منها في اليوم بين الوجبات مفيد لرفع هرمون الذكورة الخضروات الورقية الخضراء غنية بالماجنزيوم الذي يعمل على تحفيز ورفع هرمون الذكورة مثل السبانيخ الجرجير الكرفس البقدونس الأبوغادو غني بالماجنزيوم والبرون الذين يعملان على رفع مستوى هرمون الذكورة هذا طبعا إضافة للفوائد العظيمة والعديدة للأبوغادو لصحة وإجهزة الجسم التوت الأحمر والفريز أو الفراولة والعنب الأحمر والأسود والرمان إضافة لفوائدها الصحية العديدة فإنها ترفع هرمون الذكورة المكملات الغذائية التي تلعب دور أساسي وهام في رفع هرمون الذكورة هي فيتامين دال والزينك طيب ما هو نظام الحياة الصحي الذي يرفع هرمون الذكورة؟ يجب ممارسة الرياضة يوميا لتحسين هرمون الذكورة عند الرجال 45 دقيقة يوميا تمارين رياضية في البيت أو في النادي الجيم أو مشي ومفيد جدا تمرين التنفس شهيق عميق وزفير طويل يمكن ممارسة تمرين التنفس أثناء ممارسة الرياضة أو المشي أو ممكن ممارسته 5 دقائق صباحا و5 دقائق مساء هو مفيد جدا لرفع مستوى هرمون الذكورة ما يرفع هرمون الذكورة أيضا الامتناع عن التدخين والامتناع عن تناول الكحول وأيضا الابتعاد عن الضغط النفسي والعصبي مفيد أيضا النوم العميق بين 9 مساء وأربعة صباحا أو بين 11 ليلا و6 صباحا النوم يرفع هرمون الذكورة كل ما ذكرته من نظام حياة صحي يلعب دور كبير في رفع هرمون الذكورة وأيضا الحماية من زيادة الوزن والسنة ومرض السكري وارتفاع دهون بالدم والكبد الدهني وأمراض القلب والأوعية الدموية وللعلم جميع هذه الأمراض مرتبطة بنقص هرمون الذكورة شكرا لكل من يدعم قناتي بمشاهدة كل فيديو من بدايته حتى نهايته وشكرا لكل من يكتب تعليق جميل على الفيديو فهذا يلعب دور أساسي بنجاح قناتي واستمراريتها وشكرا لمن يشاهد فيديوهاتي من أجل الثقافة والفهم والمعرفة ويدعمها بالمشاهدات والإعجاب والتعليقات تابعوني دائما نكونوا بخير بإذن الله كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته